السلام عليكم اخواتي كل سنة وانتم طيبين وصفة النهار ده من احلى وقلازي الوصفات على رغم من بساطتها ومقدرها الاقتصادية جدا الا ان طعامها لذيذ جدا انصحكم تجاببوها اتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وانتنسوش كمان تفعلوا جرسها على الكل عشان يوصلوكم كل الوصفات ولو تشوفوا القناة الاول مرة يفتعملوا جولة سريع على محتوى القناة باذن الله حتعجبكم هتلاعوا عليها تشكيلة جميلة من الوصفات والحلويات والمعاجنات باشكال جديدة وكمان من نازل على القناة اهم الاغبار المتدولة على السوشال ميديا للي بيشوف قناة الاول مرة شاركنا مع بعض مجموعة مختلفة من الحلويات زي الحلويات الحضراتكم شايفينها دي شاركناها من ضمن حلويات شهر بمضان وكمان تنفع معاك من ضمن حلويات العيد هنشوف دلوقتي مجموعة من حلويات شهر بمضان زي الحلويات دي كلها شاركنا مع بعض على القناة أتمنى تعجبكم حلويات بدون فورن هتعمليها بكل سهولة وكمان هنا العاكين هتعمليه في البيت بمقادير اقتصادية جدا وهتعملي أصناف جميلة جدا وأشكال متنوعة من وصفات شهر رمضان الوصفات ديت بإذن الله حسيب اللينكات لحضراتكم في أول تعليق يلا بنا على طول نسام الله ونشوف وصفتنا عملناها زي ما تنسوش كمان تصالوا على الحبيب المصطفى ومقادير وصفتنا زي ما احنا شايفين في البولة بتاعتنا هنحط مقدار كوبية ونص من الدقيق هنضيف عليهم نص معلقة من السكر ورشة من الملح بعد كده نص معلقة من القف الإضافة المهمة ومتزودهاش في الوصفة وهنا البيكنج بوضر زي ما احنا شايفين شوية صغيرين خالص من البيكنج بوضر بعد كده هنا في الوصفة بتاعتنا هنضيف هنا الفانيليا اتخذفت هنا شوية من الفانيليا صغيرين وبعد كده هبتدي قلب المقدار ده كله مع بعض ما تزوديش نسبة البيكنج بوضر عشان ما تنفش معك يا جامد شوية صغيرين خالص من البيكنج بوضر فهنقلب هنا المقادير ده كلها مع بعض ده بعد كده ضفت هنا على الخليط بتاعنا ربع كوباية من الزيت هنضيف كمان مقدار معلقتين من دقيق السميد او السيمونينة وهنا يفضل للتعليمي النوع المتوسط بعد كده زي ما احنا شايفين هنبتدي بقى نقلب الخليط ده كله كويس وبقدينا هنبتدي نقلب كل الخليط كويس عشان الخليط بتاعنا كله يبقى رملي بالشكل اللي هنشوفه والخطوة دي مهمة جدا عشان كل حبيبات دقيق الزيت بتاع الزيت يتدخلل كل حبيبات دقيق هعمل الخطوة ديت هنا حوالي خمس دقيق كده بالشكل اللي هنشوفه قلبت الحد هنا الخليط بتاعنا ما بقى رملي به نفس الخطوات كده دلوقتي في حل على النار حطيت فيها كوباية من المياه ويهنسيب المياه دوبك بس تغلي بالشكل اللي هنشوفه انا في اصفتنا احتاجت هنا حوالي كوباية وربع من المياه ضفت في البداية كوباية ويهنسيب المياه بتغلي وبعد كده ضفت ربع كوباية زي ما احنا شايفين نزلت الخليط ده كله في المياه وحنهد النار ونقلب فيه على طول على طول كده وتقلب فيه على طول عشان هنا الخليط بتاعك مايتكتلش معك يعني اديك فيه على طول لحد هنا الخليط معين عم معك لو نلاحظ طبعا ان هنا اللي دي بتاعنا او الخلاص فبتاعتنا شربت كل كمية السويل ضفت بعد كده حوالي ببع كوباية من المياه وابتديت اقلب فيها على طول وطبعا زي ما بقول لحضراتكم انا مهدية النار واهم حاجة ان انت تقليب بسرعة وممكن كمان تطفي النار في المرحلة دي تكتسيبها بس لو عين البتجاز بتاعتك سخنة هنبتدي نقلب بقى الخليط كويس لحد الخليط معين عم معانا وبعد كده هتبقى وصفتنا خلاص جهاز ببتدي اناعم الخليط بنفس الخطوات كده زي ما بقول لحضراتكم ضفنا حوالي كوباية وربع من المياه ويقلبنا الخليط لحد الخليط ما نعم معانا بالشكل ده الخليط بتاعنا وهو لسه ساخن زي ما احنا شايفين جبت صنية وحطت عليها وزبدة وجبت هنا القمع بتاعنا بتاعنا بالشكل ده وهنا على الصنية بتاعتنا هنبتدي بقى نعمل اصابع بنفس الخطوات ويشتغلي في الوصفة وهي لسه ساخنة عشان تنزل معاك بكل سهولة ما سيبش الوصفة تنشف معاك عشان لو نشفت معاك هتبقى صعبة جدا في النزول زي ما احنا شايفين وهي لسه ساخنة ببتدي هنا اضغط عليها ولو نلاحظ طبعا انا في البداية بكنت مسكة بمنديل عشان هنا الكيسة كانت ساخنة ببتدي بس اضغط هنا بالشكل ده وتدينا على شكل الاصابع بتاعتنا بنفس الخطوات عايزة تطوليها تضغى فيها زي ما انت عايزة انا في الاول عملته صغيرة وبعد كده طولت هنا الاصابع بتاعت شوية ببتدي هنا انزل هنا كل الكمية الموجودة معايا وحنشوف الشكل النهائي بتاعها انا في الاول اللي عملت في الاول اتنين صغيرين انشلتهم وحبتدي اعمل بدلهم طوال بنفس الخطوات كده هنعمل احلى حلويات بنفس الطريقة هكمل بقى كل الكمية الموجودة معايا ودلوقتي حاطين حل على النور فيها شوية من الزيت وطبعا هنا الزيت بتاعنا بيسخد مش هنحمي جامد عشان هنبتدي الحمى بحلويات بعد كده هنبدأ مع بعض نحمر الحلويات بتاعتنا وهي هنا الزيت بتاعنا ساخن والنور بتاعتنا متوسطة هننزل بقى حلوياتنا فيه هنا الزيت وبعد كده هنحمر لون الحلويات مش فتح بالشكل ده بسبب هنا معلقة الارفة اللي احنا حطى نار طبعا هنا معلقة الارفة عطيها لون مختلف بالاضافة كمان ان هنا هادي ديها طعم جميل كده هنبتدي هنا نقلب حلوياتنا لحد ما تحمر من هنا جميع الجوانب وبعد كده احنا منحضر الشربات بتاعنا والشربات بتاعنا شربات بارد يعني الحلويات بتاعتك هتبقى ساخنة والشربات هيبقى شربات بارد الشربات عبارة عن كوباية ونص من السكر اذا تعملين نص الكمية ممكن تعمله كوباية ونص من السكر عليها كوباية من المية وعصير اللمون وبعد هنا الشربات بتاعنا ما يدقل بعد ما ننزله من على النار هنحط عليه معلقة من مية الورد ادي حلوياتنا لونت معانا بالشكل ده هتلون كمان من الجنب التاني وبعد كده هنطلعها على منادين من منادين المطبخ او ممكن تطلعها في مصفح وحنزلها في الحلقة في الشرباط زي ما بقول لحظفاتكم هنا الحلويات بتبقى سخنة والشرباط بارد او العكس بنفس الخطوات كده هنحط هنا الحلوية بتاعتنا في الشرباط وحنسيبها شوية في الشرباط الخطوة دي كل ما شربت هنا حلوياتنا كل ما شربت من الشرباط الحقيقة بتبقى جميلة جدا نبتديك النتيجة جميلة بنفس الخطوات هنبتدي نقلبها وحسيبها في الشرباط شوية وبعد كده هتلحها ونشوف شكلها أدي حلوياتنا زي ما احنا شايفين من أحلى والألزل حلويات الحلويات حدثتنا عم رمينا معايك وعايز أقول لكم طعمها جميل جدا وطعم القرفة عطي هنا للحلويات طعم مختلف بالأضافة كمان زي ما احنا شايفين الحلويات جميلة بالشكل ده أتمنى طبعا الوصفة دي تجربوها بإذن الله جربوها هتعجبكم أعملي كمية صغيرة وبإذن الله هتعجبك وهتعملي ديها تامي أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وأتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وأتمنى كمان ما تنسوش تدعمونا بالشيف وما تنسوش بدعوة خالصة لوقع الله تعالى وكل سنة وانتم طيبين والصفات اللي شوفناها في أول فيديو حسابها في أول تعليق وانترزونا بكل جديد